مع أحد الأئمة الكبار الأئمة الثقات الأثبات مع عالم كبير من علماء المدينة بل قيل عنه إنه عالم المدينة وصاحب مذهب مشهور متبوع من المذاهب الأربعة وهو أحد التابعين رضي الله تعالى عنه ورحمه رحمة واسعة إنه مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي من يشجب ثم من قحطان والأصبحي بطن من حمير وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور المخرج عند الإمام الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يضرب الناس بعد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة قد جعل الحديث بعدة ألفاظ وهو مخرج في جامعة الترمذي كما سبق حمل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بأن المقصود به مالك ابن أنس والحديث وإن كان فيه خلاف مشهور وضعفه جماعة وقواه جماعة فضعفه ابن حزم وابن القطان وقواه ابن حجر وابن الملقن والذهبي وقال عنه عالي الإسناد قال عن هذا الحديث عالي الإسناد على كل حال حتى لو قيل بضعفه هذا الحديث والأمر كما رأيتم منهم من يضعف الحديث منهم من يقويه لكن حتى لو افترض هذا أن يضعف الحديث فهذا لا ينزل من قدره هذا الإمام حتى على ضعفه هو عالم المدينة وسفيان بن عيينة أحد رواته هذا الحديث يقول كانوا يرونه مالك كانوا يرونه مالك يقصد من يرونه يقصد تابعين يقصد تابعين عفوا يقصد تابعين يرون أنهم أنه الإمام مالك وهذا هو المنقول أيضا عن ابن مهدي ووكيع والأوزاعي وعبد الرزاق الصنعاني وقال لا نعرف عالما قيل له عالم المدينة إلا هو ولا أحد ضربت له أكباد الإبل إلا هو يقصد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة متى ولد الإمام مالك نعم سنة ثلاثة وتسعين للهجرة على خلاف المشهور لكن الخلاف كله يدور ما بين تسعين إلى قريب المئة أو سوعة تسعين لكن الأكثر على أنه رحمه الله تعالى ولد سنة ثلاثة وتسعين وفي هذه السنة توفي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أنس بن مالك إذن في نفس السنة ولد مالك بن أنس وفي نفس السنة مات أنس بن مالك فمات إمام وولد إمام ولعل من ملح العلم أن أذكر هذه الفائدة المتعلقة بولادة الإمام مالك وأنه جاء في صرتي أن أمه حملت به ثلاث سنوات وهذا من النوادر هذا من النوادر